السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتابعي قناة التعليمية أحفظنا أن نتقاسم معكم اليوم إن شاء الله هذه الفكرة المفيدة في مساعدة المتعلمين على التصحيح الفروض داخل أو في المنزل أو دعم بعد دروس في البيت إذن الطريقة فهي بسيطة جدا سنحاول أن نشرحها في ثلاث خطوات إن شاء الله قمنا بإعداد هذا الفرد كنموذج الفكرة هي أننا سنقوم بإحضار أو بإلساق الـ QR Code لهذا الفرد الخاص بالفيديو الذي نريد تقاسمه مع التلاميذ إذن الخطوة الأولى هي أننا سنقوم بنسخ رابط الفيديو الذي نريد تقاسمه مع التلاميذ والذي يتعلق بموضوع الفرد أو الدعم إذن الطريقة فإننا نقوم بنسخ رابط الفيديو سواء عبر بغتاجي أو بنسخ عنوان الفيديو من هنا بغتاجي كوبي لليا ثم نأتي إلى هذا الموقع الـ QR Code نقوم بإلساق الرابط هنا كما تلاحظون ثم نضغط على Validate وبعد ذلك نحصل على الرابط الخاص بالفيديو كما تلاحظون نحصل على صورة الرابط الخاص بالفيديو الذي نريد ثم نقوم على ضغط تليشارجي إذن الخطوة الأولى كما رأينا هي نسخ رابط الفيديو والخطوة الثانية هي الولوج إلى موقع إونيطاق لتحويل الرابط إلى صورة QR Code ونقوم بإنزالها وتحميلها على حسوبنا والخطوة الثالثة هي نقوم بتحميل هذا التطبيق Scanner Code QR كما تلاحظون فهو تطبيق سهل يقوم بتعلم بتحميله على هاتفي أو الأستاذ أو الطالب يقوم بتحميله على الهاتف ومن بعد يقوم الأستاذ بإلساق الصورة على الفرض كما تلاحظون Image insertion سوف أقوم بإضافة الصورة كما تلاحظون قمت بإضافة الصورة رمز QR Code على الفرض وبعد ذلك يقوم المتعلم بعد الإجابة على أسئلة الفرض أو الدعم يقوم بالمراجعة مراجعة الفيديو للدعم أو للتصحيح من خلال رابط الـ QR Code فالفكرة فهي بسيطة جدا وجد مفيدة للأستاذ والمتعلم ويربحوا كلا الطرفان وقتا مفيدا في الدعم والتصحيح وبالتوفيق لكم إن شاء الله بعد فتح التطبيق نقوم بنسخ الكود نضيف كما تلاحظون الآن وضعتوا في طرف الوقت ثم نقوم بتنسخ رابط البشرة ثم تتحيل رابط البشرة ثم تتحيل رابط الفيديو مباشرة ثم تتحيل رابط الفيديو ثم تتحيل رابط ثم تتحيل رابط ثم تتحيل رابط